سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبدالله رافض وياكم ورجعنا في فيديو جديد بداية بالفيديو اللي سويته قبل سنة أو سنتين واحدة من أكثر الفيديوهات اللي حصلت مشاهدة بالفترة الأخيرة هي طريقة تشغيل الأندرويد أوتو والأبل كار بلاي على الأجهزة أو على الأندرويد هيد يونيت اللي موجودة بالسيارة إلى آخره اليوم رجعنا بفقرة أو خلينا نقوله بحلقة مشابهة لهذا الشي لكن هالمرة راح تكون على الأبل كار بلاي خلينا نقول لك شغلة قبل ما تكمل بالفيديو إذا أنت كانت سيارتك تدعم الأبل كار بلاي بشكل من المصنع أو ما يحتاج أن تتعدل أي شيء موجود بها الكار بلاي موجود بها الأندرويد أوتو أو إذا كانت سيارتك بها الأندرويد هيد يونيت أو متنصب إلها الأبل كار بلاي بشكل خلينا نقول أفتر ماركت اللي هي أصلا ما تدعمه من المصنع لكن تتحط قطع تخليها تدعمه إلى آخره على أي حال الفيديو هذا حيكون شغال على الكل لكن ممكن مع اختلاف القطع مع الأندرويد هيد يونيت بداية السيارة اللي موجودة هنا 2019 تدعم الأندرويد أوتو تدعم الأبل كار بلاي لكن ما تدعم الوايرلس كار بلاي شركات معينة فقط تدعم الوايرلس كار بلاي وأيضا تحتاج تدفع مقابل أنه أنت تحصل على هاي الخدمة ممكن أسعارها تكون اشتراكات سنوية إلى آخر لكن عموما في أي حالة من الحالات تقدر تحصل على الوايرلس كار بلاي من خلال هاي القطعة اللي سعرها ما يتجاوز الميتين دولار القطعة هاي اللي راح تسويه راح تشبكها بالمكان اللي موجود به أو خلي نقول بسيارتك اللي يدعم الأبل كار بلاي والأندرويد أوتو وتتركها خلاص طبعا أيضا موجود فيها منفذ إذا حبيت أنه أنت تستخدم الواير مرة ثانية وتستخدم الأندرويد أوتو إذا كان ما عندك الأبل كار بلاي بتعمل فقط مع الكار بلاي إلى آخر لكن حنشوفكم أنه أنت شون تقدر تربطها حاليا هذا الجهاز اللي موجود قدامي الآيفون غير مربوط مربوط فقط في الشاحن ما اللي يدخل فيه اللي راح أسويه راح ألزم اليو اس بي وراح أني أشكله بالمكان وراح أصلا أغلق مكان تواجد المنفذ طبعا آني راح يكون الاتصال بشكل آم أوتوماتيكي فما يحتاج أني أسوي أي شيء لأنه آرادي آني مضبط التليفون سابقا مع القطعة فكل اللي راح يصير وحاليا هذا اللي موجود عندك الابل كار بلاي موجود بشكل ويرلس وعلى مود خاف انه الناس تقول ممكن هذا الاتصال يتم فصلنا حاليا الجهاز بشكل ويرلس وايضا مثل ما تشوفون الكار بلاي باقي شغال عادي ممكن انه انت تذهب تروح على اي مكان موجود فيه تدخل على اي ابلوكيشن تسوي اي شي اللي عجبك ولسه شغال ما عندك اي مشاكل فيه فبالتالي ميتين دولار تحلك هاي المشكلة او انه هي تحفظ او خلينا نقول تسيب لك كثير من الاموال خصوصا لو كنت انت تدور على هاي الميزة لكن خلينا نقول لك على شغلة ان القطعة ما اعرف اذا هي راح تكون تصمت بالشكل اللي ممكن انت تحصله من المصنع واني هذا الشي متأكد منه لكن ممكن انه هي تعطيك اداء جدا مشابه للقطعة اللي تجي من المصنع لكن يخلي ببالك شغلة الاتصال يتم ايضا بشكل اوتوماتيكي يعني مثلا حاليا انا راح اطفي السيارة راح اني احط الجهاز موجود هنا انا وراح اشغل السيارة مرة اخرى وراح انتظر اردو شوف العملية كم اطول الى انه الكار بلاي يرجع انه يتصل بشكل اوتوماتيكي مع السيارة احاليا راح اتركها فمثل ما تشوفون اتوقع انه الاتصال بها سريع من طريقة تشغيل السيارة الى حد وصولك الى انه الكار بلاي يشتغله بشكل اوتوماتيكي مثل ما شفته محتاجة اني اصلا ادخل الباسورد او اي شيء الجهاز اتعرف مباشرة على القطعة نفسها وخلاص وداك على الكار بلاي بدون اي مشاكل فلذلك انا هاي اشوفها ميزة حلوة ميزة سهلة تسهل عليك اكتر من الاشياء الشغل الوحيد اللي اني ليش مشتريها هاي القطعة مرات لما اني اخذ التليفون ويكون الشحن فيه مية في المية ورد استخدم الكار بلاي ما اقدر اني استخدمه اذا ما اني اشبك الكابل نفسه مع الجهاز فلذلك ممكن يكون عندي مشوار طولة ساعة كاملة وشحن جهازي مية بالمية وايضا اكون شابكة ساعة روحة ساعة رجعة على بطارية مية في المية انا اشوف انه هذا الشيء ما احداجه خلاص اني عندي بطارية مية في المية ممكن اني انسمت الجهاز احطه في جيبي وخلاص اني اسوق وموجود عندي الكار بلاي على الشاشة وايرلس بدون اي مشاكل طبعا الهنا انتهاء كل شيء سننا استفاديتو من هذا الفيديو روابط القطع للكار بلاي اللي دعم بشكل لما اني وصلت النهاية هذا الفيديو احب احييك اولا شغلة ثانية تقريبا هاي القطعة رجعتها وراء 35 دقيقة بالضبط بالانتهاء تسجيل هذا الفيديو السبب باول مشوار طلعت منه القطعة بيها مشكلة ممكن تكون بالقطعة اللي عندي اياها انا فقط لكن فيها تأخير فضيع بين الصوت اللي ظالع من جهازك على اللي تسمع عن السيارات سواء في الاستماع الى الموسيقى او حتى في المكالمات لذلك رفعت هذا الفيديو لان القطعة الظاهر شغالة من كثر الرفيوز اللي عليها سواء الرفيوز اللي موجودة على مواقع التسوق الاليكتروني امازون او حتى على الموقع الرئيسي او حتى من فيديوهات اليوتيوب اللي مجرموا بيها ممكن يكون الخطأ من القطعة اللي عندي اياها بالرابط لكن راح احط رابط القطعة اخرى المفروض انه هي تكون احسن منها قريبا اغلب رفيوهات اليوتيوب تتكلم عن نفس القطعة شكوا على روابط بالاسفل السلام عليكم